بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشهر من مساء سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مازلنا في سلسلة تفسير صور القرآن الكريم لمن رآها في المنام وطبعا بنحاول نوضح على قد ما نقدر وإن شاء الله مع بعض هنتواصل ونكرر ونوضح وإن شاء الله بعد كده يوقف في فيديوهات للتوضيح والشرح الرؤى تفصليا كيفية أو الدوافع التأويل كانت إيه للتوضيح لحضرتكم إن شاء الله تعالى النهاردة هنتكلم عن تفسير رؤية من تلأ صورة النبأ في المنام عما يتسألون النبأ في المنام عما يتسألون طبعا أوجه التأويل لهذه الصورة تليها يكون له محاسن تذكر بين الناس إنسان كويس جدا بين الناس ويكون محبوب بينهم لتالي هذه الصورة تليها يكون له شأن عظيم في حياته الدنيوية والدينية تليها يطلب أو يطلب العلم وينال علما واضحا نافعا بإذن الله تعالى تليها يكون متفكرا مدبرا أو متدبرا في آلاء الله أو في ملكوت الله يكون عند نوع من الخشوع والخضوع لربنا سبحانه وتعالى تليها يكون موفق في فعل الخيرات والعمل الصالح وطبعا تليها يكون من الخشعين المتدبرين في ملكوت الله سبحانه وتعالى خاضع زليل فقير لله سبحانه وتعالى يحب الإيمان وما يتبع الإيمان من أفعال وأقوال هذا والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته